تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة بلأت بتنفيذ ما يخصها من اتفاق الرياض محافظ حضرموت يوقع اتفاقية إنشاء أول محطة كهربائية متكاملة على مستوى الوطن تعمل بالطاقة الشمسية لحقل مياثلة بالمكلة محافظ شبو يطلع على سير العمل في مشروع إعادة أعمار جسر النقبة بمدرية حبان بحث إمكانية استئناف عمل البيعاثات الطبية الصينية في هيئة مستشفى سيئون العام كانت هذه أبرز الأنباء وإليكم تفاصيلها أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن الحكومة بدأت فعلا بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بتنفيذ ما يخصها من اتفاق الرياض وأشار معين عبد الملك إلى أن أولويات الحكومة هي تطبيع الأوضاع من خلال حزمة إجراءات وتدابير عاجلة لتحقيق إنجازات سريعة على الأرض يكون لها أثر على المدى القريب ويستطيع أن يلامسها المواطن خلال أشرة الثلاثة الأولى من توقيع الاتفاق وأوضح رئيس الوزراء في حوال أجرته معه وكالة سبوتنك أن في مقدمة هذه الأولويات توفير الخدمات وبسط الأمن والاستقرار ودفع الرواتب وإسلاح وضع مؤسسات الدولة وتصحيح الوضع الأمني والعسكري واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة وأشار الدكتور معين عبد الملك إلى أن اتفاق الرياض في مضمونه العام يذهب إلى استيعاب كافة القوى والمصالح داخل بنية ومؤسسات الدولة وتحت لوائها منوها بدور الأشقاء في قيالة المملكة العربية السعودية في رعاية اتفاق الرياض وتوفير الضمانات لتطبيقه خلال مرحلة الراهنة والعصيبة التي تمر بها اليمن جراء الحرب التي شنها الحوثيون على الشعب في عام 2014 وقع محافظ حضر موت قائل منطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني على اتفاقية إنشاء محطة كهربائية بالطاقة الشمسية لحقل مياه ثلاب المكلة بقدرة 520 كيلو واط وبكلفة 749 ألف دولار بتومين من السلطة المحلية بالمحافظة وستعمل المحطة على تشغيل 12 بئر للمياه بحقل ثلاث الشرق والغربي تعمل عبر الطاقة الشمسية حيث ستوفر 30% من الطاقة الكهربائية ووقود الديزل التي سيتم إنجازها بموجب الاتفاقية خلال أربعة أشهر وتعد هذه المحطة المتكاملة بالطاقة الشمسية هي الأولى على مستوى الجمهورية ستعمل على تشغيل حقل المتكامل للمياه وأكد محافظ حضر موت على أهمية المشروع واتجاه المحافظة نحو إقامة مشاريع حيوية بالطاقة البديلة عبر محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية اطلع محافظ شبوى محمد صالح بن عديو على مستوى العمل في مشروع إعادة أعمال جسر النقبة بمدرية حبان والذي تنفذ شركة بن جريبة بتكلفة 1.954.000 دولار وبتموين مبيعات نفط للعقل بمدرية عرمة وأشهد المحافظ مستوى سير العمل في المشروع مؤكلا على أهمية إعادة الإعمار بالطريقة الهندسية الجميلة تصمم بها في بداية السبعينيات من القرن الماضي وأجعل منه واحدا من أهم معالم الجسور المعلقة في شبكة الطرق بالمحافظة لافتا بدوره في تسجيل حركة السير فيها خاصة لمستخدمي الطريق الرئيسي الذي يربط المحافظة بعدد من محافظة المجاورة بحث وكيل محافظة حضر موت شئون مدرية الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير مع السفير الصيني لدى بلادنا كان يونغ إمكانية استئناف عمل البعثات الطبية الصينية في هيئة مستشفى سيئون العام والمراكز الصحية في المحافظة كما ناقش اللقاء جملة من المشاريع الخاصة بقطاع الصحة والتعليم العام والمهني والجامعي وتدخلت تنموية للصين في إطار برنامجها لدعم اليمن وأشهد الوكيل الكثير بجهود الصين الداعمة لليمن في مختلف المجالات لأسيما القطاع الصحي من خلال نشاط البعثات الطبية الصينية منذ العام 1975 من جانبه أكد السفير الصيني اهتمام بلاده بالشأن اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية والبرامج التنموية اليمن مشير إلى أن السفارة تدرس عدد من التدخلات الصحية والتعليمية في اليمن ومن ضمنها مدريات وادي وصحراء حضر موت واستناف عدد من البرامج والبعثات الصحية طالب سفير اليمن غير المقيم في كامبر الدكتور عبدالغني الشمري الحكومة الإسترالية بمراجعة آلية الدعم الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي التي تسهم فيه أستراليا بحيث تصل تلك المساعدات إلى مستحقها خاصة مع تعمد ميليشيا الحوثية بتوجه تلك المساعدات إلى غير الجهاد المستهدفة وبيعها في السوق السوداء جاء ذلك خلال لقائه مع مديرة المساعدات الإنسانية ريشي الموري بمقر وزارة الخارجية الأسترالية وقالت مديرة المساعدات الإنسانية أن بلادها بصدر مراجعة السياسة الخاصة بالمساعدات الإنسانية وفق آلية أكثر دقة وما يخدم الجهات أو الأطراف الأكثر الحاحن للوصول إلى المساعدات الإنسانية وأكدت موري أن تعيين سفير لدى أسترالي سيفتح الأبواب المباشرة للتعامل والتنسيق بين البلدين خاصة في جانب المساعدات الإنسانية استفاد 302 مريض ومريضة من العمليات الجراحية والمعاينة في المخيم الجراحي الرابع للأنف والأذن والحنجر الذي نفذ بمستشفى القطن العام واستهلف أبناء المديرية والمناطق المجاورة لها خلال شهر نوفمبر الجاري ويهدف المخيم الذي يحظى برعاية محافظة حضر موت قائل منطقة العسكرية الثانية اللواء روك انفرج ساليمي البحثني للتخفيف عن كهل المرضى على التنقل والسفر بحثا عن العلاج نتيجة الظروف الصعبة تمر بها البلاد وأشهد مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني خالد العمودي بالدور الكبير تقوم به منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع الجهات الحكومية في مختلف الجوانب التنموية والتعليمية والطبية وختماتها المختلفة لشرائح المجتمع وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والأمم المتحدة العقل التنفيذي لمساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لدعم خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن العام 2019 جاء ذلك خلقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله الربيع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشيون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة طوارئ مارك لوكر واستعرض الدكتور الربيع مستجدات المشاريع والبرامج المقدمة من المركز للدول المتضررة في العالم خصوصا اليمن ومناقش السبل لتعزيز التعاون وتوحيد آلية العمل الإغاثي والإنساني في الدول المتضررة جراء الحروب والكوارث الطبيعية وأشر لوكوك إلى أن السعودية تعد أكبر الداعمين والموولين لقطة الاجتجابة الإنسانية في اليمن موضحا بأن تبرع السعودية بالـ 500 مليون دولار أمريكي الأخيرة لمنظمة الأوتشا فأهمت في تعزيز الأمن الغذائي وتقديم المساعدات الطبية والإيوائية وغيرهم المنعونات لمائلين المحتاجين في اليمن وقع مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة صلة للتنمية اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن للعام 2019 بتكلفة إجمالية بلغ 3 مليون ومائتين وثلاثة واربعين ألف ريال سعودي والسجر بموجب الاتفاقية توزيع 5600 حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات والسطر أولال وبنات وبجامات رجالية ونسوية وقبعات أطفال تستهدف 33600 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في عدد من محافظات اليمنورية اليمنية بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشتنا لهذا اليوم وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة بلأت بتنفيذ ما يخصها من اتفاق الرياض محافظ حضر موت يوقع اتفاقية إنشاء أول محطة كهربائية متكاملة على مستوى الوطن تعمل بالطاقة الشمسية لحقل مياه ثلاب المكلة محافظ شبو يطلع على سير العمل في مشروع إعادة أعمار جسر النقبة بمدرية حبان بحث إمكانية استعناف عمل البعثات الطبية الصينية في هيئة مستشفى سيئون العام ختم النشر حتى لا ملتقادم ثم في أمان الله اشتركوا في القناة